طبعا كان في حدث جلل اليوم ومعرفش هالي الناس كانت واخدى بالها ولا لأ اللي احنا كان عندنا خصوف اسمه خصوف القمر فقبل ما ابدأ بس في الموضوع ده انا محتاج اللي انا اعرج على شيء مهم جدا في المسألة دي ماش ان احنا عندنا بعض الصلوات اللي ممكن تجلنا بقى كل ايه كل فترة والناس ما بتعرفش عنها حاجة احنا عندنا صلاة حاجة اسمها الكسوف والخصوف صحي كده؟ الكسوف ده يطلق على الشمس والخصوف يطلق على الايه؟ على القمر وبالتالي لما يحصل حاجة زي كده نعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة مش بس كده والدعاء والاستغفار والتوبة لان المسائل دي كلها اللي ربنا قال عليها وما نرسل بالايات الا تخويفة فما الانسان محتاجين اللي يتوبوا الى الله عز وجل ويبدأوا يتصدقوا عشان ادخل من المجال ده على قضية الاثار اللي هو يبدأ يتصدق اللي انت خلي بالك وربنا كأنه ينذر القوم يقول لهم خلي بالكم انتوا كنتوا في حال عظيم جدا وبقى فنهديكم علامة كده فأنا لما شوف كده ايه اللي بيحصل؟ الاصل اللي انا افزع الى الصلاة الاصل اللي انا ادعو الله عز وجل اللي انا استغفر ربنا استغفري من الذنوب خلي بالك ان ده اية من ايات الله تبارك تعالى عشان كده سد النبي قال عليه الصلاة والسلام من حديث الابي مسعود ومن حديث المغيرة كما عند البخالي ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياتي فاذا رأيتم ذلك فبدأ النبي يوصينا نعمل ايه بقى تقوم على الصلاة على طول وصلاة الكسوف خاصة كسوف الشمس لها صلاة عجيبة احنا ممكن ان شاء الله نبقى نعملها ان شاء الله تجربة عملية اللي هو بالكل ركعة فيها ركوعين وفيها صلاة خاصة يعني وفيها صلاة خاصة شكل خاص بخلاف الكسوف الكسوف خلاف يعني الحنفية والملكية قال لك لأ ركعتين عاديين كده وخلاص والحنبلة والشفاية قال لك لأ زي صلاة الكسوف طب من ضمن الحاجات اللي النبي حثنا عليها قضوة الصدق اللي هو انت تدعو الله عز وجل وتبدأ تستغفر ربك سبحانه تبارك تعالى وكم من عجيب الدعاء وان شاء الله نعمل حاجة على كذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد ابن مسعود بول كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا سأل الله سأله ثلاثة واذا دع الله عز وجل دعه ثلاثة وكان يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا ولي الإسلام وأهله سيدنا النبي مسكني بالإسلام حتى ألقاق ده سيدنا النبي طب احنا نعمل ايه